موسيقى 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 مثل ما بلشنا اليوم باجواء الميلاد واجواء ميلادية مسيطرة على البرنامج مسيطرة على حياتنا مسيطرة على البيوت والعائلات والزينة والمناطق والتجارة والمحلات ايضا لنفوت اكتر اكتر بهيدا العيد وما مننسى تحديدا صاحب العيد كرميل صاحب العيد يكون مبسوط دايما اللفت الانسانية الاجتماعية بتبص لان هو اللي قالنا اذا بتهتموا بحدا مريض او بتساعدوا حدا عطشان او جعان كأنكم عم بتساعدون الالي ونحن منجرب من خلال هالافكار نكون عم نعمل فعل الخير ورد جميل مع طفل المغارة يسوع المسيح اليوم ضيفنا سيد ربيع ابو جودي مؤسس جمعية معن لدير الحرف وناشط اجتماعي موجود ليخبرنا عن نشاط ميلادي لا يوم واحد هو بكرة الجمعة اسمه فرح الميلاد السيد ابو جودي صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا فيك مرسي لألكم يعني عليكم ويعطيكم الف عافية بداية وعليكم يا رب خبرنا شو ناطر الناس بكرة بفرح الميلاد وشو بيتضمن وبأي مكان ومن أي وقت لأي وقت لا يقدروا الكل يكونوا عم يشاركوا معكم بيتضمن أول شي فرح الميلاد وفرح يسوع المسيح يعني نحنا بدنا نجرب نعيد الفرحة للأولاد ما نعيشهم اللي عشنا نحنا من خمسين وستين سنين وان شاء الله نقدر نعمل هالشيه هذا المعرض رح يكون بكرة من الساعة الثلاثة إجمالا الافتتاح بأي ببلدية راس المتن وبرعاية بلدية راس المتن نعم يعني الإيفنت رح يكون بأي داخل مبنى البلدية فرح الميلاد من الساعة الثلاثة إلى للساعة عشرة للساعة عشرة شو بيضمنوا هالساعات بين الثلاثة والعشرة نحنا محضرين شي لأولاد عاملين لهم مثل سيناء للأولاد يفوتوا يحضروا مجانا عن الكريسمس محضرين لهم شي لأ بالمناسب يعني للكريسمس على مرحلتين وعملين معرض محضرين معنا أصدقاء جمعيات شاركت معنا نحنا بشغلنا النشاط الاجتماعي اللي عم نقوم فيه بالمنطقة صرحنا معارف جمعيات شبكنا إيدنا ببعضنا تشاركوا معنا بالمعرض رح ينزلوا منتجاتهم رح يكونوا عم يعرضوا منتجاتهم من جمعيات بقل برس المتن لتضيع الكلة لكفر سلوان لشويت المنطقة كلها لفلوغة هالمناطق المجاورة السيدات عم بيكونوا عم بيشاركوا معنا بمنتجاتهم كل حدا بيعمل شي منهم في منهم بيعملوا الشوكولات يعني هول عم بيشغلوا اليد العاملة وعم بيعطوا فرصة للنساء للنساء بالجبل يعني تكونوا عم بيشتغلوا يكونوا منتجات منتجات فأزا يعني هيد المنتجات رح بتكون يعني مونة أشغال يدوية صحيح ضيافة العيد من شوكولات وغيرها كوكيز وهيد القصص عنا جمعيات صديقة يعني مثلا عنا جمعية اسمها الخير في كل مكان هني مثلا بيصنعوا الشوكولات رح يكونوا عم بيعرضوا الشوكولات طبعون عنا جمعية لبكرة اسمها عم بيعرضوا بيكونوا عم بيعرضوا المنتجات الحلويات والمونة البلدية اللي بيعملوها برأس المتن حتى سيداتك فرسلوان عندهم شي مميز بيعرضوا اشي مميزة من التفاح بيعملوها مثل يعني في عندهم حتى سبيرته التفاح أنا مكنت سابعة فيه مثلا سبيرته التفاح سبيرته التفاح بشوية أشغال يدوية وصابون هالجمعيات هاكي أنا عم يشتغلوا معنا السيدات عم نحكي نحن هاو كلهم سيدات نعم في شي على هامش هالسوق الميلادي ضمن مهرجان أو معرض فرح الميلاد يعني ترانيم بابا نوال مأكلات بيقدروا الناس يجو يتسلوا يقعدوا ينبصوا يسمعوا أغاني أكيد عاملين نحن أخذين عم قدميننا البلدية الصالة طبعين طبق الأول اللي عاملينه مثل طولات وكراسي حاطينهم اللايتات على الطريق والشجرة على الطريق عم بركبوها البلدية يعطيهم العافي يعني نحن بهذا الظرف هذه والمناسبة بنشكر رئيس بلدية راس المتن يلي فتح لنا البلدية وقالنا تفضل وعتبروها لقلكم نحن هاي تاني سنة بنعملها براس المتن مش أول سنة تاني سنة بنعملها علميلاد وبتقريبا مثل هلأ يعني فرقت كم يوم أدى كانت تجاوب بسن الماضي كفكرة أولا طراحية رائعة والسن الناس محمسي وناطرة كان فيه أقبال يعني على الشراء على المشاركة على تقاسم فرحة العيد سنة الماضي مفروض كنا نسكر عشرة على التسعة كانوا مخلصين العالم حلو كانوا مخلصين العالم يلا إن شاء الله السنة كمان وبتمدوها لأتناعش معلات السنة السنة محطين نزلين معنا أشخاص زوية احتياجات خاصة هذا من ضمن شغلنا نحنا بالأساس يعني نحنا نشاطنا الاجتماعي هو طب بأساسا نعم هلأ رح نحكي بقى شيء منعمل أكيد منعمل إشياء إيفنتات تنفوت الفرح للعالم مش بس كله طب بطب يعني الواحد بيلوجه زيادة وبيسخن منجرب نفوت الفرح يعني مثلا نحنا بتشوفوا بالصور اللي منازلينهم يمكن مبارزة مرقتون نحنا مثلا بالصيف بنعمل مهرجانات دير الحرف كل سنة بنعملها ثلاثة أيام يعني نعمل مرأ إشياء فرح مع إشياء طبية مع الحملات اللي بنعملها ما هو العلاج الطبي كمان يعني إذا بدك تلتو نفسي كرميل هيك بدنا ننوه عن حالنا حتى نروح نتلقى العياج بطريقة إيجابية عم نشوف هون شعار ولوجو معا لدير الحرف وطبعا مجموعة من الصور بتخبرنا أكتر عن نشاطاتكم أستاذ أبو جودي فإزان الدعوة هذه من الجمعيات اللي عم بيشاركوا معنا في ناس ثقافية بيعرضوا كتب في منتجات مثلا هذا كريس اللي هلأ عم نزلين له صورته هذا الشخص اللي بنساعده هذا الصبي مبارك تعرف عنه شفنا الحمل مبارك وصلتنا الصور وعملتنا ولا على سوشال ميديا نعم وفي غيره كمان فعنا شخص تاني ذات الحالي بس على عمر أكبر كمان بدنا نكون حده هذا همنا نعم همنا الفرح مش بس للولاد ولا لكبار كمان ما هو الفرح يعني بيتعمم منه منه محصور بحدا صحي الكل بحق له يفرح وخاصة بهذا العيد رسام تشكيل فايسبانتينج هادي جمعية شويت مثلا هادي سيدات شويت هون بيشتغلوا إشياء كروشيات وصابون وإلى آخره يعني نحن اليوم عم نجمة قد ما فينا من هالضياع المجاورة نعم إذا بدك هو هذا العيش المشترك هذا هو العيش المشترك هون من حملتنا مع جمعية الوارمهارت كان عنا حملة وهون كنا عم نوزع عدوية نحن نوزع عدوية مجانا بكل المناطق نبرم تحديدا من منطقتكم مطرح ما أنتم موشون مش دار الحرف بالمتن وعلا بالمتن قصدي نبرم نبرم على كل الضياع اللي هي بحاجة أو عندها مستوصف ضعيف وما أنه قادر بحاله تدعموا بالإمكانيات اللي عندكم إجبالا بالأدوية أكتر شيء نحن أدوية أكتر شيء من قدر نجيب نعم وما عم نقفي يعني هذه السنة 19 حملة عملنا 19 ضاعة مع هذا المستوصف بدير الحرف هذه بداية حصبية المتن نعم حصبية المتن كان عنا آخر حملة عملناها هالسنة هي بحصبية المتن نعم طيب إذا ما نحكي شوي عن مستوصف العيادة الطبية ماريوسف دير الحرف شو الخدمات اللي بيقدمها طيلة أيام الأسبوع هل هو مستوصف سابت ولا أيضا جوال ولا الناس بتجي بتقصدوا على المنطقة بدير الحرف نحن عنا قدموا لنا رهبات ماريوسف ديليون بدير الحرف بقلب الدير مبنى صغير أوضة عملناها عيادة طبية بداية لنا ثلاثة سنين ونصف أربعة سنين قريباً شيء شهران ثلاثة نحنا أخذنا رخصتنا وهلأ عم نعمر مستوصف أكبر كنا عم نفتح كل أيام الأسبوع تنين للجمعة هلأ بالشتي عم نفتح تنين وجمعة منقدم فحصات دم بخسم 50% صحة عامة عدم أطفال عيون دايتشن كل هؤلاء الأمور موجودين عنا ونحن الأكتر شيء الأدوية يلي منقدمها مجاناً لأنه عم نقدر نحصل على أدوية وعم نقدر نوزعها يعني كيف التواصل عم بيكون مثل ما عملتوا هيك شبكة تواصل مع الجمعيات التابعة على دار الحرف أو لمنطقة المتن بالشكل عام مثل ما قالت لي كمان عم تعملوا هيك تشابك مع جمعيات من الخارج اللي يمدوكم بالأدوية لأنوات بيكون في أدوية يعني المستوضعات ما بيكون عندها في لبنان صحيح عم تقدروا تأمنوا الأدوية خاصة المزمن اللي كنا عم نفتش عليها بسريج والفتيل من الخارج بعدني على نطاق أشخاص أصدقاء عن نطاق جمعيات نحن معلنا أربعة شهر شرعيين نعم كنا عم نشتغل كعيادة طبية ع اسم حكمة حاليا صرنا شرعيين هلأ بنلاشنا نمد إيدنا ونبعت نعمل تواصل مع جمعيات براء قبل كنا مع أشخاص نعم نعرفهم فرنسا بلجيكا كندا أكتر شي هوتلاتي يبعطوا لأدوية عن المطار بسنديق وهون نعمل حملات فرز وجمع أدوية عندك دواء مش عايزوا بياخدوا منك نعم بفرزهم الصيدلاني والحكيم هني بيشوفوا شو بني عم بصين وطبعا عن رشادة نحن صار عنا بحدود 300 فايل عائلة بالمستوصف عائلة مش شخص نعم مع عدل حملات اللي عملينا برات الضيعة يعني عم نقدر نمد قدمة فينا طبعا نشكلهم مني مني صليب أحمر يعني والصليب الأحمر اليوم وقالله يسير ونشاب صح لان ضغط كتير كبير وبرضو عامل تعاون أنا والصليب الأحمر عم بمدن ببعض الأدوية الكاريتاس كانت تمدني يعني عم منشبه إذا بدك شمال يمين لنقدر نجيبها الأدوية ونلبي العالم على القليلة اللي عايزي الختيارية أهم شي طبعا طبعا يعطيكم ألف عافية ربيع أبو جودة بدنا نرجع نذكر كل الناس اللي تعودوا عليكم ومبسطوا فيكم السنة الماضية بمبنى البلدية لا يكونوا معكم السنة كمان هيك سريعا نرجع ذكرنا من أي ساعة لأي ساعة الساعة ثلاثة الافتتاح للساعة عشرة الدخول مجاني هم شي نطلب منهم يبعطوا الأولاد يحضروا سنة عن عن شي عن العيد أجواء عيد الميلاد راح تكون في شي للأولاد هيك شي مميز للأولاد يعني نعم وكبر وزدار فيهم يكفوا أكيد مقسمين بين ثلاثة إلى العشرة بين ثلاثة إلى العشرة بيأكلوا بيتسلوا بيشتريوا بيأكلوا هدي العيد أو حلويات العيد إذا بدهم وبيتعرفوا عن بعضهم ومبسطوا أسعار أسعار مدروسة أكتريتهم جمعيات خاي يعني بيكون معروف شو هي الأهداف تبع الجمعيات يعطيكم ألف عافية ومنقلك ميلاد مجيد سلف إن شاء الله نهار يب بكرة يكون نهار هيك حافل بالأحبة اللي رح يلتقوا مع بعضهم ويتواصلوا ويتشابك وإيد بإيد ليكون معنا الميلاد معنا حقيقي يجمع على المحبة أهلا وسهلا فيك النشط الاجتماع ربيع أبو جاودي شكرا نحضر بك معنا تنكو لأ البلدية وتنكو لأكل الأشخاص اللي ساعدوكم تتعملوا هيدا مرسي لألكم أهلا وسهلا فيك مشاهدينا منروح إلى فاصل علينا منبقى بالأجواء الميلادية بس هالمرة مع ضيوف بلانش بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر